السلام عليكم ورحمة الله كذير الإخوان بإخير وعلى خير تحية المتتبعين أي دولة كانوا وتحية الإخوان لكيسان دوناء تحية الشعب المغربي والشعب الجزائري ديماخوت والشعب التونسي وجميع الشعوب في المكان جميع المسلمين تحية الجزائر شعب الجزائر العمار أدار مشيت عندهم يعني رحبوا بي وتحية الخوية عادية بزاف ديديكاس من هنا حتى الجزائر أرجي أرجي العاصمة مشيت عندهم كيما قلت لكم وتهلوا في رحبوا بي يعني يكري يسمعوني مغربي ما تصوروش الفرحة كيفاش كيف فرحوا بي والحمد لله حتى أنا كيما كيقول كل واحد المزيان ديما كي تتلقى مع الناس المزيانين يعني تتكون انت مزيان ربك يطيحك في الناس المزيانين ضروري كيقول خايبوا المزيان ولكن الحمد لله مشيت للجزائر يعني تحتيغيف الناس المزيانين يعني كان فرح من يكيقوك كان نمشيون المغرب وتتصلوا فينا يعني هذا شرف لنا والحمد لله احنا أخوت خاص السياسة يعني السياسة الله يهدي هذا المسؤولين الله يهديهم نطلبوا لهم الهداية باش البلادنا احنا نزيد القدام ونقول لهم حال أوروبا ان شاء الله كما تلاحظوا هذا المنحدر اليوم غادي نوضح لكم كما تلاحظوا في هذا المنحدر كنستعمل أي ضربة او لا جوج او لا ثلاثة ندبا ايغي كان نوضح لكم حيث ما استعملتوش لكني كتفلاني بزاف بالرجل كتقيض لك هنا في الطابلو يعني استعمل محركة يعني استعمل مخفض السرعة في هذه الشاحنات الضف اللي ولد جديدة باش كتعلمك زينا ما كتحاولش على الدياسك وعلى الفيريدويات على البلاكت اذك شاش كم تكون بحال ذا با المنحدر ندير ضربة يعني بالغالون تسو كما تلاحظوا انها بطو بطا ضربة واحدة ضربة ثانية ضربة ثالثة يعني ماشي نجي نكون غادي بصورة كبيرة ومتقل وانها بطا لها ضربة واحدة يعني ديما درجة درجة باش كتكون الشاحنات كتتخفض السرعة بشوية بشوية يعني ديما كتلاحظوا بالنسبة للبعد الشاحنات كيكون مخفض السرعة يعني قديم يعني من الاحسن ديك ساعة شنو غادي ندير اللي غادي ندير بالحصر فالشاحنات دعا ترجع مانويل اوتوماتيك لابوات غوبوتيزي تلاحظ الزر اسود تكليكي عليه ترجع لك الشاحنة مانويل يدوية ولكن بدون يواصل يعني تدوز كما تلاحظ هذا الغالون تضرب حالة كود فار يعني بغلا تتبدي عندك هنا أو لا تهبط يعني تماما باش تدوز الكنترير بحالة غالونة سوعتها ببطلة تحت ولكن إلاكتي غادت تتشنجي الفيتاس يعني غادت تدير بحالة غادت تدير كود فار ولا غادت تدفع القدام باش تدوز يعني من دوز يام كاتر يام سيز يام على حسب يعني تصاعدي أو تنازلي يعني نطلع الفيتاسات أو لا هادي لكن تبغي تدير مانيول دابع أنا دير أوتوماتيك يعني أوتوماتيك إيكونامي أوتوماتيك إقتصادي يعني كتقتصد لك تقتصد لك الغاز وال وكيقتصد لك يعني الحسب السياقة وبغي تدير أوتوماتيك إيكونامي وكيقتصد لك الغاز والبنزين ما كيقتصدوش بزاف وشنا هي إيكونامي وماشي إيكونامي يعني أوتوماتيك إيكونامي إن فاك يدوز دوز يام انت كتكسيري فالبلاسة كيدوز كاتر يام سيز يام ويا غدا يعني ماشي بقاش ديك عان ولكن إلا درتي أوتوماتيك ماشي إيكونامي قدكم دائما تتبركوا إلى ذاك الزير الأسود إلا درتي أوتوماتيك صن إيكونامي يعني فاش كتكسير ديك دوز يام كتسمع عان كاتر يام عان سيز يام يعني كيصوت اللي فيتاس من دوز يام كاتر يام ولكن بديك بحالك كنت كتكسيري واحد المدعات تيدوز ماشي بحال إيكونامي كيدوز في البلاسة يعني اقتصاد المازوتين ديما يكون في الزير الأخضر دكس لافلش كيكون في الزير الأخضر كتسمى كيكون في الزير الأحمر يعني تما فيش كيستهلك البنزين وتحية للجميع المتتبعين كيما قلتكم إن شاء الله كتلاحظوا هادي شحينات الطاف يعني الناس تطوروا بززاف ووصلوا بعيد ونتمنوا حتى حنا نتقدموا يعني ونوصلوا حتى حنا فين وصلوا حتى حنا فين وصلوا ونتعندوا في العالم ونطلبوا العالم ماشي نتمنى هادي تحية لكم وتحية لجميع جميع اللي كي سهروا على هذه المجالات يعني العلماء اللي كي طلبوا العلم يعني افتخار سيرتولك تلقاشوا واحد من دمك يعني موسلم وكي يطلب العلم يعني كتفتاخر به كتقول يعني كي طيع تطيع بالقيمة ديين ماشي شو واحد غادية من قيمتك وكي ما قلت لكم بالنسبة لشا حينة الطاف كي ما كتلاحظوا كان واحد الزير هاو في الوسط الى كان فيك الناس انفو كتهرب على الطارق يعني انفو كتهرب كي بقى تسمع ديك الصوت مزعج يعني كي يعني كي يقولك ادخل الطارق اه من سبعه اللي بغيت تتحيده كتكليك على الزير يعني كتضغط على الزير وكتحيد ذاك الصوت كنت انت فعلا ما فيكش النعاس كتضغط على ذاك الزير وكسبقها غاضي صايق حتي بعد المرات انا كي ديرونجين واخنا ما فيها لانعاس انفو كتتخرجي شوية على الخط او كتبغيت يعني تبقى يدير ذاك الصوت مزعج يعني من الاحسن انتم ما على حساب الواحد اللي يبغي هذك الصوت في يقوي لكان فيه الناس كما قلت لكم هذي بوطة روبوتيزي يعني بوطة روبوتيزي مانويل أوتوماتيك هذك شعل اسمها بوطة روبوتيزي هذا الفرن اليدوي يعني فرامة وهذه الشاحنة ما فيهاش الامبرياج ما فيهاش الواصل يعني فيها كسيراتور و فران يعني تتكسيري وتفراني كما قلت لكم بوطة روبوتيزي كتردها مانويل ولا اني كتخدميه بالكسيراتور والفران دائما غير هو مانير كما قلت لكم تدوز بيدك كما قلت لكم تدوز لفيتاسة بيدك ولكن اوتوماتيك تبقى غادة بوحدة و هذا بالنسبة لها الازرة يعني تثبيت السرعة نحن كتابة في سيارات يساعد بزيارة تساعد بزيارة تسعين و هذا المسافة يضربوا الطريق بزيارة كتحية لهم و نحييهم على هذا المهنة يعني اللي يصبر فيها تسمى راجلونس يعني تبارك الله عليهم و ان شاء الله اللي يبغى يوصل لها المهنة يدير الكوراج و يدوز بيرمياد دياله و يقلب و يبحث على العمال ربي ما كضياش المسلم يعني حتى حنا رأى بدينا في الول مكين لا مكان عرفتا انشد الفولة ديال الكاميو يعني ما كتزيني بشكل يعني غاد ينصق شاحينا كبيرة و انا ما عمريس كثير يعني كتتعجب ولكن ان شاء الله مع العزيمة و العرادة و الدعي الله يعني وتقلب رأى غادي توصل يعني يقلب من الهناء و من الهناء وبالنسبة للشاحيناة والحافيلة رأى ما كيش اختلاف كبير غاية الحافيلة اللي كيرتح كيرتح في الحافيلة و الشاحينة الشاحينة بس زيدة شوية فيها سواع ديال الخدمة ديال العامل يعني دي شارجي شارجي زيدة في السواع حتى بالنسبة للثامان نقص شي شوية ولكن اللي كيرتح يكون الركاب معاه ما تزع جوز يعني انا بالنسبة لي كان نفضل حافيلة شاحينة كان بغير رأى حدي نوقفين ما بغيت يعني نرتاح في نماجبني نمشي في نماجبني ماشي بحال الحافيلة يعني خسكت معك مسؤولية اكتر من السلعاب الساحة خسكت وصلها في الوقت ولكن يعني انا بالنسبة للأوقات الصالة يعني جاء وقت الصالة كتحبس فين ما عجبك وكتصلي مش بحال الحافيلة كتكون شاط الطريق مثلا وخاك يلا ببوز ماشي انت اللي غادي تفرضوا على رأسك يعني انت غادي الركب اللي معك عاطي هوم وقت فوقش كتحبسو هاد الشي اللي كان الفونتاج اللي باش عجبتني أنا الشاحينة والتاب نسبة للأوقات هذه العمل كيكونوا زايدين والحمد لله كما قلت لكم الواحد دي دير الكوراج ونتمنى لكم التوفيق وتحييقه على الموتتبعين اللي عجبكم الفيديو وديروا كبارتاج ودعمونا ان شاء الله باش نزيدكم فيديوهات اخرين والسلام عليكم ورحمة الله